تحية طيبة لجميع متابعين الكرام من خلال شاشة فضائية العراق التربوية أعزائي الطلبة طلبة الصف الثاني المتوسط عدنا معكم بدرس جديد من دروس مادة الرياضيات وتحديدا الفصل الثالث وهو قسمة مقدار جبري على حد جبري وصلنا وياكم إلى أسئلة تدرب وحل التمرينات وجزء اليوم من أسئلتنا حتى تكون هي مراجعة للدروس السابقة ونحل آنينياك بالورقة والقلم فما يتعلق أعزائي الطلبة بتدرب وحل التمرينات سؤالنا اللي يقول جد ناتج قسمة كل مما يأتي إذ إن المقام لا يساوي صفراً وهنا باعتبار على أنه المقام لا يساوي صفراً فهنا رح يكون 12 بي أس خمسة على أربعة بي تربيع رائسة بالاختصار والتبسيط يبقى ثلاثة عند القسمة تطرح الأسس بس بشرط أن تكون الأساسات متشابهة رح يقول لي بي خمسة ناقصاً اثنين وحيقول لي بي تكعيب إذن خلاصة الناتج وهو ثلاثة بي تكعيب بنفس الأسلوب بسؤال 14 أعزاء الطلبة السالب على السالب رح يكون موجب ثمانية ويهة 32 رح تقول لي بيها أربعة هنا رح يبقى عندك أم تربيع وهنا رح يبقى عندي الأن بالمقام لإعتبار أن ثلاثة ناقصاً أربعة يعني أن سالب ثلاثة يعني واحد على أن يعني تبقى الأن تربيع بالمقام فرح يكون الناتج أربعة أم تربيع على أن تربيع أما بالنسبة لأسئلة سؤال 15 سؤال 15 أعزاء الطلبة أيضاً بالاختصار والتبسيط هنا بيها واحد وهنا بيها جقيد هنا بيها ثلاثة هنا رح يبقى عندي أكس والصفر وقيمته واحد هنا يبقى عندي واي والس واحد وهنا رح يبقى عندي زيت والس تلاثة ومثل ما وضح عندك بالشكل بالجواب هنا رح نتركه إليك شنوه هوم وارك أي بمعنى واجب بيتي أيضاً هنا الأسئلة أنا شفتها من الأسئلة السهلة البسيطة اللي أنت تحتاج على أنه تشتغل بالورقة والقلم وبالتأكيد من خلال متابعتك جميع الدروس التي تبث من خلال شاشة فضائية العراق التربوية اللي ده نشرح بها المنهج بشكل كامل ومفصل من أمثلة من تمارين من جميع الحلول زيت بنرجع هنا رح يكون عندي أي سؤال رح يكون عندي 81 على 27 بالتأكيد بالتأكيد هنانا 81 مقسوماً على 27 رح يكون عندي هنانا 3 الناتج بالتأكيد الـ 27 بيها 1 والـ 81 هنا بيها 3 فبقسمة بقسمة 81 على 27 رح يكون بيها 3 تمام لأنه قسمناها على 9 عزاء الطلبة هنا بيها 3 على 9 بيها 9 وهنان على 3 بيها 1 وعلى 3 بيها 3 فما يتعلق أيضاً هنانا بالنسبة لهذا السؤال أيضاً رح يكون عندك سؤال واجد فاللي يريد من عندك عزيز الطالب شغلك ورقة وقلمة بشكل كامل زي ونروح لأسئلة أخرى أيضاً من أسئلة التدرب وحل التمرينات بسؤال 21 و22 و23 فهنانا 21 رح يكون عندي 13 أي أس 9 بي أس 6 سي أس 5 ناقصاً 52 أي أس 7 بي أس 4 سي أس 6 مقسوماً على المقدار الموضح أمامك مثل ما نحيش هنا نجزئ حدود البسط عليماً على نفس المقام جزئنا حدود البسط على المقام المقام نفسه فنجزئ باختصار وتبسيط ومثل ما وضحنا عزيز الطالب باستخدام القواعد والأسس وأوجد النواتج بالنسبة لأسئلة الموضحة أمامك أما هنا بالنسبة لأسئلة رح نتركها إليك شنوة رح نتركها إليك هومورك سؤال 22 و23 الروح لي سؤال 26 أيضاً نجزئ حدود البسط وأنا شايفيتها من الأسئلة كثير من الأسئلة والتمارين حليناها بالجزء الأول والجزء الثاني من مواضوعنا اللي هو قسمة مقدار جبري على حد جبري فهنا رح يستطيع عندي أيضاً أجزئ حدود البسط عليماً على نفس المقام قواعد الأسس بشكل كامل مثل ما موضح الاختصار والتبسيط هنا يبقى عندي أم تكعيب هنا يبقى عندي أم تربيع هنا يبقى عندي ثلاثة هنا أم تربيع وهنا رح يكون عندي اللي هو واحد أيضاً هنا اختصار وتبسيط فرح يكون جوابنا النهائي هو أربعة أم تكعيب أم تربيع زائداً ثلاثة أم تربيع زائداً شغيل زائداً أربعة بتدرب وحل مساء الحياتية سؤال 27 هندسة يقول علبة معدنية على شكل أسطوانة ولو تلاحظ هاي الأسطوانة الموجودة أمامك يقول إذا كان قانون H يساوي M ناقصاً 2πR تربي على 2πR إذ أن M المساحة الكلية للعلبة المعدنية وR نصف قطر قاعدتها جد قيمة منه جد قيمة H إذن أريد قيمة H هنا ما أنسى هو أعطاني الـ M 280 سنتيمتر تربيع وأعطاني الـ R يساوي 5 فأجي هنا أنا أنزل القانون المالتي اللي هو أعطانيها بالسؤال M يساوي M ناقصاً 2πR تربي على 2πR أعوض عن قيم أو يقدر الطالب يقول لإستاذ أجزئ M أستخدم القواعد لسل التبسيط قبل التعويض فهنا ما اختارنا؟ اختارنا التعويض رحنا عوضنا عن قيمة منه؟ عن قيمة الـ M اللي هي جد اللي هو أعطانيها 280 عوضت عن كل R بقيمتها اللي هي جد اللي هي 5 فأصبح عندي بعملية حسابية 280 ناقص 2πR في 25 على 2πR في 5 تبسيط واختصار وتبسيط نواتج بقى 280 ناقصاً 50πR على 10πR حساش أسوي حتى أوجد الناتج بأبسط صورة أروح للتجزئة فجزئة 280 على 10πR ناقصاً 50πR على 10πR اختصار وتبسيط باي ويل باي هنا نراحت هنا العشرة بيها واحد وهنا بيها خمسة هنا على عشرة بقى 28 إذن ناتج النهائي 28πR ناقصاً 5 سنتيمتر هذا هو قيمة ارتفاع الأسطوانية سؤال آخر يقول هندسة يقول إذا كان Z N تربيع ناقصاً M تربيع على N جد قيمة المقدار Z إذا علمت أن N يساوي 5 وM يساوي 4 النزل المقدار اللي هو Z أعطانيا بالسؤال أعوض عن قيمة N 5 عن قيمة M 4 فاش راح يصبع عندي عوضت 5 تربيع ناقصاً 4 تربيع فرح تقولي 25 ناقصاً 16 وهنا بلحالة رح يكون عندي 9 على شقيت 9 على 5 هذا هو ناتج سؤال الهندسة أما سؤال 29 يقول أثبت أن المقدار الجبري لا يحتوي على متغير يعني بمعنى لا يحتوي على متغير لا يحتوي على X أو R أو H ما يحتوي على المتغير زين شلون؟ احنا نحن نحل ونجزة قدنا هذا قوس وقدنا هذا قوس يعني هنا قسمة مقدار جبري على أحد جبري وهنا أيضاً قسمة مقدار جبري على أحد جبري رحنا وجزعنا طلابنا هذا كل يتقسمنا جزعنا حدود البص على نفس المقام اللي هو 5R تربيع V تربيع وأيضاً هنا جزعنا حدود البص على نفس المقام فهنانا بالاختصال والتبسيط على كل حد فاش راح يصبح عندي عزيز الطالب؟ بالاختصال والتبسيط أصبح هنا عندي هنا اختصالة يبقى 5 هنا راح الـ R هنا يبقى V تربيع ناقصاً هنا بقى عندي 3 هنا بقى عندي R وهنا الـ V راحت 5 هوية الخمسة راحت الـ R مع الـ R أيضاً راح والـ V مع الـ V يبقى عندي شنو يبقى عندي 1 ناقصاً هنا بقى عندي 5 بقى عندي شقد بقى عندي 5 V تربيع ناقصاً 15R على 5 زائداً 5 على 5 هنا أنا يبقى 1 هنا بقى عندي 3R حسناً راح اوزع السالب طلابنا على القوس الثاني فاش أصبح عندي سالب 5 V تربيع زائداً 3R ناقصاً 1 هنا شرح يصبح عندي لو ألاحظ كل قيمتين بنفس المقدار المختلفة بالإشارة ناتجهم صفر وأيضاً هنا بقى عندي سالب 2 ناقصاً 2 راح تقول لي الجواب سالب 2 وهنانا لو ألاحظ الناتج النهائي هو خالمين لا يحتوي على متغير هذا ما يتعلق بسؤال منه سؤال 29 سؤال آخر بسؤال 30 ألعاب نارية ذكر أنطلق سهم ناري عامودي عامودياً نحو الأعلى وفقاً للقانون أعطاني القانون إذ أن V يمثل سرعة السهم عند انطلاق عند الانطلاق متر على سكنت ويرمز لـ H إلى الارتفاع الذي بلغه السهم M ويرمز لـ T إلى الزمن اللي هو السكنت جد سرعة انطلاق السهم إذا علمت أنه بلغ ارتفاع 275 متر خلال 5 ثواني هنا نزلنا القانون اللي هو أعطانيها بالسؤال وأقدر أعوف عن منو عن H اللي هو 275 وعن T شو ساوي لي ساوي لي 5 أصبح عندي عملية رياضية هنا أصبح 5 تربيع 25 في 5 رح تقول لي استاذ 125 هنا أنا 275 زائدًا 125 هنا نزلت نفس الخطوة رح يكون عندي 200 و75 زائدًا 125 على 5 يساوي حاصل الجمع 400 على 5 ويساوي 80 متر على 2 يمثل سرعة انطلاق السهم الناري زين سؤال 31 يقول ضع المقدار الجبري في أبسط صورة هنا أنا بأسئلة تفكر ضع المقدار الجبري في أبسط صورة شو نسوي هنا أيضًا بنفس الفكرة طلابنا هذا أحد وأيضًا هذا أحد نروح ونجزع حدود البسط على اليمن على المقدار نفسه فاش راح يصبح عندي سالب 8 زت أس أربع على 2 زت تربيع ناقصا 10 زت أس ثلاثة على 2 زت تربيع زائدًا زت تربيع على 2 زت تربيع وبنفس الأسلوب وزعنا حدود البسط على اليمن على المقام نفسه هنا لو ألاحظ عفواً هنا أنا زائد تمام هنا أنا زائد وزعنا هنا الحدود شيت بالشكل الموضح أمامك أربعة زت تكعيب على زت زائدًا خمسة زت تربيع على زت زائدًا ستة زت على زت لحنروح ونبسط أيضًا بالاختصار والتبسيط وأيضًا هنا لو ألاحظ هنا نزائد شرع عيسن عندي هنا لو ألاحظ عزيز الطالب سالب أربعة بالاختصار والتبسيط اختصرنا يبقى عندي سالب أربعة زت تربيع هنا يبقى عندي جقيد يبقى عندي خمسة سالب خمسة زت زائدًا هنا واحد على ثمين زائدًا هنا أصبح عندي أربعة زت تربيع زائدًا خمسة زت زائدًا ستة هنا الإشارة عزيز الطالب راح تتوزع عليمن على القوس الثاني فش راح يصبح عندي بالشكل الموضح أمامك دير بالك هنا لو ألاحظ عفواً ما يغير إشاراتنا زائد هنا زائد هنا زائد هذا ما يتعلق بالنسبة عزيز الطالب بالنسبة للجواب النهائي بعمليات اختصار وتبسيط وهنا بهالحالة طلاب عزيز الطالب راح نتركه نريد من عندك تكملة فكر والتحدي ونتركه إليك شنوه إلى هومورك ما يتعلق بالنسبة لهذا السؤال وسؤال آخر وصائع الخطأ قسم 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 أحمد المقدار الجبري هنا أنا بالحالة أيضاً طلابنا يمكن ما راح يسعنا الوقت لتكملة بقية الأمثلة والتمارين إن شاء الله نتركها إليك واجب وتشتغل بها ورقة وقلم نتمنى لكم التوفيق والتقال معكم إن شاء الله بدروس قادمة إلى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة